اشهد معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز التضامن العربي وارساء قواعد الامن والسلم ودعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضاياها العادلة والسياسة الخارجية المتزنة التي تقودها المملكة وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين جاء ذلك خلال استقباله للسيد عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في القهرة حيث أكد رئيس البرلمان العربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري مشان مستجدات الأوضاع في المنطقة